رسالة ثانية حدنا وصلة برضو لجماعة المعاو محمد عبدالكريم وعبدالحي وكل الشلة المعاو في التيار بتاعهم بتاع نصرة الشريعة نقول لهم يا ناس هل من نصرة الشريعة تطعن في الصحابي كاتب الشريعة؟ دي نصرة الشريعة؟ معاوية بن أبو سفيان رضي الله عنه ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديني فيقول ادعوا لي معاوية إن هذا معاوية يكتب له الوحي انت تطعن في كاتب الوحي ودر تنسوا الشريعة؟ بعدين لناس عبدالحي انت لما يقال فيكم أي كلام ما قاعدت تطلع وتقعد في الكرسي بتاعك داك وتجيب الكاميرا تخطها وتصور مقطع طوالي إنه أنا هذا الكلام الذي لا يليق وهذا إنه طيب ما عملت هنا له الزلدة تكلم له ثلاثة أربع يوم وطعن في معاوية رضي الله عنه ومواصل في الطعن بيكتب تاني في بوستات وبيكتب في مقالات يواصل في الطعن بل قال عندي كتاب كامل كل من هذا القبيل انتوا رأيكم شنو يا نصرة الشريعة؟ وين؟ رأيكم شنو؟ بل أنا أزيدكم يا أخواننا عشان الناس ما تغتر بالوجه الكيزاني دا أولا دا وجه كيزاني وكانوا أيام الكيزان من المشاركين في الحكومة بتاعتهم اتنين الشريعة اللي بتكلم عنها الآن ويتباكوا عليها ويقولوا الشريعة ضاعت إنما هذا أسلوب من أساليب التجارة بالدين نعرف المعلومة دي ما خرصا على الشريعة إنما تجارة بالدين دارين يستفز في المسلمين والسودانين بطبيعتهم بحب الدين ويشحنوهم ضد الحكومة الموجودة لماذا؟ عشان يجوهم ما عشان دين هل أنتوا كنتوا مهتمين بتفاصيل الشريعة الإسلامية وكتكم اللي كنتوا قاعدين والقلم في يدكم اللي ماسكين هيد علماء السودان وماسكين مراكز الفتوى وماسكين القنوات وعندكم قنوات شغالة على إحسابكم هل قنواتكم دي كانت شغالة في نشر الدين الإسلامي على حقيقته أبدا والشريعة الإسلامية ذاتة شنو كدع لك الله أمسك أي واحد منه مسأله أي واحد منه مسأله قل للشريعة الإسلامية هي شنو ذاتها عرف الشريعة الإسلامية الشريعة عقيدة في الأول الشريعة عقيدة والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من حنين وطلعوا معاه ناس حدساء عهد من الصحابة أسلموا جديد وفي الطريق لقوا شجرة بتبركوا بيها ناس من المشركين قالوا يا رسول الله يجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ده نتعلق بيها كما ديلك بتعلقوا بيها ده الناس جدات في الدين لسه النبي صلى الله عليه وسلم وقفهم ما قال لهم نحن نمشي والأمور دي بتصلح قدام ونحن طالعين جهاد كدخلوا ناسي لا وقف الجيش قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون هل أنت يا عبدالحي يوسف محمد عبدالكريم وغير من مجموعة نصرة الشريعة هل أوليتم الاهتمام بأمر العقيدة في هذه البلد اللي بتعبد فيها القبور ويعبد فيها الصالحون وتشيد فيها المزارات والناس بيمشوا بيبركوا فيها اعتابة ويطلبوا منهم الرزق والجنى وينفعهم ويضرهم هل أنتو اهتميتوا بالموضوع ده يوم من الأيام القبابة اللي بتعبد اهتميتوا بيها ولا أنت يا عبدالحي بتمشي أنت بينفسك لحد ما تصل واحد يسم منه والدل بيض ولا منو وتمشي لهناك تقول لأن اخل Nitко ومنتعلم منك أنتو اهتمتوا بالعقيدة يوم من الأيام الشريعة عقيدة يا أمة محمد الشريعة عقيدة ولا شريعة بغير عقيدة أبدا أنتو ما اهتميتوا بها يا عبدالحي الشريعة عدالة أنتو اهتمتوا بالعدالة اهتمتوا بالعدالة ما كان انتو تظلموا الناس وتجوروا علام والظلم والجور انتو شايفينوا بيعانكم هل يوم من الايام انتو سعيتوا في تغيير الظلم اللي شايفينوا قدامكم ما تتتكلموا تتباكى على الشريعة الليلة دي تجارة يا أخوانا ببساطة خليكم من ده كله أسأل نقطة الأولى دي انتهينا منا أزيدك ثاني شريعة ما جبتها انت في ثلاثين سنة والأمر في يدك الاعلام الدوك له الاعلام مفتوح له والتربية والتعليم المناهج والتعليم العالي بتاع الجامعات والكتب وفي يدكم الكنترول بتاعي حاجة الكتب اللي بتجي من برا والبي توزع ده كله اتما علمت الناس شريعة ودين لحد ما الشباب اطلع عليكم السدى الشباب ده ذاته ده ولده في عهدكم وتربى في عهدكم وطلع بالشكل اللي ما عاجبكم من ده كويس؟ المسؤول منه منه وانت مفترض تلوم منه تلوم الشعب السوداني تقول له انت الدين مفترض تقيفه في الدين الدين انت علمته اليوم الدين انتم ما شغالين ضده يا اخ انتم والكيزان بتاعينكم ما شغالين ضده ما فارتكتوا الجماعات الاسلامية القاعدة دي كلها ما اعزيتهم ما بطلتوا المسايد المفترض تأدي دوره والخطب والحلقات بتاع تقوانا المفترض تأدي دوره وتوعي المتمع وتفهم وتعلموا الدين انتم ما وقفتوا ضدها انتم ما حاربتوا انتم ما بدمشوا تشتكوا نحن ما بيجونا يمنعونا يوجفونا لا مش نسأل من الجاكة تشتكات انت يا عبدالحي الان قاعد يشتكي منه والقاعد يعطي للدعوة منه بعد كله تاقي تشتكي اللي لا تقول الشريعة الاسلامية الشريعة الاسلامية نحن عملنا محاضرة في داعش انت اشتكتنا دي حقائق كثيرة جدا نحن ما طلعنا وارجو ما يضطرون نحن نطلع دي بلاوي القاعد يعطي لده كله امنون قاعد تعطي له انت دا يا أخي تاقي الآن تشتكي ان الشريعة ضاعت لوم نفسك يا أخي لوم نفسك انت ولوم الناس اللي معاك انت الفرط وانت ضيعت ترجمة نانسي قنقر